ثلاث سنين كده أنا عرفت منصة كوس بيس إيديو اللي هي منصة ألمانية فيها تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي تعلمتها وبقيت سفيرة فيها وبعد كده بقى ما عرفت ممثابة جائزة الدولة سبري بس عليها تعلمتها وبقيت سفيرة فيها إزاي؟ الأول هي في مدرسة عندنا في المدرسة أستاذها ميس جودة هي اللي عرفتني بالمنصة دي كانت خلال فترة الكورونا بدأنا نحن نتعلم منصة دي وكان بقى اللي هو أفضل طلب قدروا أن هم يستخدموا التقنيات دي بشكل أفضل ويطوروا فيها ويقدموا محتوى كويس هم بقى بيأخذوا يقوصوا فراء يعني إن هم يقدروا يبقى معهم الأكاونت إن هم يقدروا يستخدموا كل التولز الموجودة داخل البرنامج كويس أبو بس بعد كده بقى أنا عرفت بجائزة الدولة للمبدأ الصغير فأول سنة ليها وقررت أن أنا عايز أخش في المسابقة دي ونكنتش لسه جاهزة ونكنتش لسه تعلمت برمجة المواقع وكده بعد كده بقى بدأت إن أنا أخش مبادرة أجبال مصر رقمية دخلت أول سنة الحمد لله واتخرجت دلوقتي في السنة التانية ليها بتعلمنا فيها مبادئ عن برمجة المواقع وبرمجة التطبيقات وأنا بقى شوفت هنا في برمجة المواقع إن ده شغافي يعني أنا حبا جدا تصميم مواقع وكده فبدأت إن أنا تعلم سلفستادي عشان أنا أكمل بقى على يعني أعرف حاجات أكتر وأصرع من الموضوع ده ده إن أنا أطلع مشاريع جاهزة والسنة اللي فاتت شاركت في جهاز الدولة المواقع الصغير برضو بس يعني ما توفقتش فيها كون أول سنة لست بجرب والسنة دي الحمد لله ما دخلت أعملت بقى اللي هو موقع عن الأمن السيبراني وحمية على الإنترنت هي فكرة توعية للشباب والطلبة والفكرة قابلة إنها تتنفس في المدارس المصرية عشان تفيد الجزء المدرسين اللي هم خصائيين نفسيين اللي بيواجهوا مشاكل ابتزاز والتنمور عشان يواجهوا طلبة في المجالات دي وإقدروا أن هم يتعاملوا معيهم طيب قرران شايف معاكي مكعب كده عايزين نفهمه ونشرح للسادة المشاهدين وفينا الضارة تقريبا كمان صح؟ طيب بشرح حلم ده الميرجي كيوب ده اللي هو أجمانتد رياليتي ده عن طريق الموبايل في الموقع فيه اللي هو تعلم بالواقع الافتراضي والواقع المعزز ده اللي هم يشوفوا الاختيارات الموجودة موجود في الكيوب لما بنحط الموبايل بيظهر بنت بتوجه نصايح عن اللي هو حماية على الإنترنت للسن الصغير لأنه هو الصورة دي مظبوط؟ أيوة لأنه موقع بيقدم لكل الأعمار نفس المكعب اللي جنبك ده هو ده؟ أيوة أما بنحط الموبايل على طول هو بيقرأ زي الكيو أركود هو عليه زي الكيو أركود كده بتتقري بتبدأ أنه يعمل التصميم اللي أنا مصممه على كو سبيس وكمان زيه برضو موجودة على النظارة النظارة الواقع الافتراضي بيعرض فيها فيه أنا عاملة داخل الموقع زي جلسة وهمية جلسة نفسية بيقدر الطالب أنه يفتح الموقع ويحط الموبايل في النظارة ويسمع عن طريق الاختيارات اللي هو يدخلها إمبوتس يطلع له أوبوتس زي اللي أنا يدخلها داتا بيز في البرنامج وهو يختار مثلا ابتزاز رقمي يطلع له الكلام على ابتزاز رقمي وهكذا ترجمة نانسي قنقر